اشتركوا في القناة الموصلية لقاء جديد معكم أيها الأحبة وبرنامج ثقافي جديد بعنوان البوصلة أيها الأحبة الكرام السفينة حين تجري في البحر لا بد لها من شراع وبوصلة فإذا ما انهدم الشراع وتمزق سارت السفينة على غير هدى في هذه اللحظات لا بد من استكشاف للمسارات لا بد من بوصلة أيها الأحبة الكرام الموصل مدينتنا الغالية مدينة جميلة لكنها تعرضت إلى أبشع مأساة كل ما حصل في مدينتنا الموصل كنا شهودا عليه لكننا أيها الأحبة رأينا ما رأينا مما جرى واليوم نحن في محاولة لفهم ما رأيناه ولم نفهمه كيف حصل ما حصل وكيف ستستمر السفينة في الإبحار إلى شاطئ النجاة ولفهم ما نراه ولم نفهمه لا بد لنا من أن نشخص ما جرى أيها الأحبة الكرام لو أخذنا مثالا بسيطا لو ذهب مريض إلى الطبيب وكان هذا المريض يعاني من إسهال مثلا هناك حالتان هناك طبيب فطن وهناك طبيب اعتيادي الطبيب الاعتيادي سوف يوقف الإسهال فورا سيعطي للمريض كمية من الدواء توقف الإسهال الطبيب الفطن أيها الأحبة لا يذهب في هذا المسار إنما يبحث عن ما سبب هذا المرض في برنامجنا اليوم سنكون كالطبيب الفطن سنرى المرض ولا ننشغل بعلاجه إنما ما الذي سبب كل هذا اليوم أيها الأحبة في الشارع الموصلي تكثر التشخيص لما جرى في الموصل لو ركبت الآن في سيارة تكسي خمس نفرات ستجد خمس آراء أحدهم يقول لك أن سبب ما جرى هو عسكري هناك هزيمة عسكرية في الموصل وبعد ذلك تحرير عسكري هناك رأي ثاني يقول لا الأمر سياسي مسألة الحزب الفلاني والفريق الفلاني هناك رأي ثالث يقول لا القضية كلها اقتصاد أسعار النفط وأسعار الدولار هناك رأي رابع يقول القضية كلها متعلقة بالتعليم والصحة والرواتب أنا أقول سأحاول معكم أيها الأحبة الكرام أن نثبت أن الخيط الرابط لكل هذا التشخيص وأن العلة الحقيقية ليست عسكرية وليست سياسية وليست صحية إنما العلة الحقيقية هي علة فكرية هناك أفكار معينة عاشت في مجتمعنا ومجتمعنا عاش معها هذه الأفكار أنتجت رؤى وثوابت ومألوفات جعلتنا نعيش مع الأوهام ومع الأخطاء أيها الأحبة الكرام لو شبهنا وضع الموصل اليوم بجسد أي إنسان الفيروسات التي تدخل إلى جسد الإنسان ستسبب له مرضا معينا وربما ستهاجم هذه الفيروسات جسد الإنسان وتتغلب عليه وبالتالي تقتل هذا الإنسان في الطرف المشهد الآخر هناك في الجسد الثقافي وفي المؤسسات الثقافية هناك فيروس أيضا يدخل إلى الجسد الثقافي هذا الفيروس هو الأفكار كثير من الأفكار أيها الأحبة هي قاتلة وكثير من الأفكار هي سامة لكنها للأسف دخلت إلى الجسد الثقافي وبدل أن يموت هذا الجسد الثقافي نلاحظ أنه ظل مستمرا في التعافي اليوم في برنامج البوصلة سنبحر معكم لنكتشف ما هي الأمراض التي امتاز بها المجتمع ورأينا ما رأينا وشاهدنا ما شاهدنا أنا في الحقيقة أحب أن أجعل من هذا البرنامج برنامج تفاعلي ذهب زمن المنصة وذهب زمن أن الخطيب أو المعلم أو البرامج الثقافية المتحدث يلقي والمستمعين ينصطون آذان صاغية كالضابط والجندي هذا الزمان انتهى أيها الأحبة أنت أيها المشاهد العزيز الآن بإمكانك بكبسة زر تنتقل من مشاهدة هذا البرنامج إلى مشاهدة مباراة مثلا تروق لك أو مسلسلة تروق لك أو مياد الحناوي أو برنامج طبخ الانقلاب في المشاهد وصناعة المزاج للمتلقي أيها الأحبة المسألة مدروسة تماما لأن المستمع والمشاهد والمتلقي لن يستمر معنا ولن يواصل الاهتمام معنا ما لم نحقق له شرطين الشرط الأول المتعة والشرط الثاني المنفعة ما لم تنتفع من كلامنا فأنا أنصحك أن تقلب القناة إلى برنامج آخر هذا البرنامج أيها الأحبة سيكون إن شاء الله برنامجا تفاعلي نتبادل فيه الآراء نتبادل فيه الرؤى أطرح موضوع وأنتظر من جنابكم التواصل معي على صفحة الشخصية خليل حلاوتي على الفيسبوك وأيضا ستكون كل حلقة متبعة ومتواصلة مع كل ما يطرح من آراء ومن نقاش على الحلقة لأنه بصراحة أزمة حياتنا أزمة فكرية ثمت أفكار غير متداخلة مضطربة متناقضة لكننا هضمنا هذا التناقض ومشينا معها وهناك حملة من التبريرات اليوم فكرة مثل فكرة الطاعة العمياء الآن ندرب أولادنا ندرب طلابنا ندرب مريدينا على الطاعة العمياء أن يا أيها البطل أيها الطفل أيها الطالب عليك بالسمع والطاعة لا يجوز لك نقاشة من هو أكبر منك نفذ ثم لا تناقش طبعا في أحسن الأحوال نفذ ثم ناقش وهذا خلل فكري قلب الموازين في فضائنا الثقافي ينبغي أن يكون يناقش قبل أن ينفذ من أبسط السلوكيات في مجتمعنا في بيوتنا في شوارعنا في تعاملاتنا يجب أن نناقش يجب أن نفهم ما لنا وما علينا منظومة الحقوق والواجبات كثير من الناس لا يعلم ما هي حقوقه يؤدي واجباته لكن لا يعلم ما مدى تمتعه بالحقوق أيها الأحب الكرام كما معلوم لحضراتكم الإنسان كائن حبة الله على الأرض الإنسان ليس هو هذا الجسد السايكولوجي من الدم والعصاب والشعر والعيون لا هذا أحد أجزاء الإنسان الإنسان كائن معنوي أيضا هو هذا الجسد وهو عقل وهو عاطفة كثير من الناس يغرك شكله ضخم لكن لما تجي تتكلم معه تتحدث معه ترى عقله لا يناسب عمره الزمني والأدهى والأمر أن أغلب الناس اللي نشوفهم في مجتمعنا نشاهد عواطفهم يعني يفكرون بطريقة عاطفية لما يحبون إنسان يحبوه في كل تفاصيله لا ينظرون إلى سيئاته لا ينظرون إلى سلبياته ولما يكرهون شيء أكلة ما أو شخص ما أو سيارة ما لا ينظرون إطلاقا إلى الإيجابيات يهتمون بالسلبيات هذا الخطأ الذي تكرر في فضائنا الثقافي ونشاهد الآن أي مسألة تنزل في مدننا إما نحبها حبا جمع وإما نكرهها كره عظيما أيها الأحبة حتى يكون الإنسان يعيش زمنه بشكل متناسق ومتناسب لا بد أن يكون هذا الإنسان متصالح مع نفسه كيف يتصالح الإنسان مع نفسه وهو يفهم كثير من الأمور بطريقة مغلوطة ويفهم الشيء ونقيضه ينفذ الشيء ونقيضه نحن درسون في المدارس أيها الأحبة وعلمون في كثير من الفضاءات في الجامعات في البيوت أننا نهيئ أولادنا ونهيئ أنفسنا لبيئة معقمة بيئة معقمة نصفها بأنها بيئة عادلة والعدالة تجري والحياة جميلة ونعيش عالم من المثاليات والإفلاطونيات لما ننزل إلى الشارع ونتعامل مع الناس سنرى كل هذا الكلام مالو الصحة الحياة في الواقع الحقيقي العملي في ظلم كبير فيه تعدي وسلب حقوق فيه ضياع للشخصية فيه ضغوطات شديدة إذن لماذا نتدرب على حياة مثالية معقمة ولم نتدرب على أن نواجه مآسي ما نشاهد من ظلم ونسكت في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان نتجاهل مشاهد الظلم لأننا نتصور أننا نعيش في جنة مثالية اليوم لما تسمع أي برنامج راح يعيشك في خيال في وهم لكن لما تزل تتعامل مع الناس وفي كل تفاصيل السلوكيات في الزواج والطلاق في البيع والشراء ستجد أن الحياة وأن الناس لا يساهمون بشكل فاعل إلا عن طريق مصالحهم أيها الأحبة ما عشناه وما عانيناه وكأننا نعيش كنا نعيش في فوهة بركان وفي حق الألغام هذا يجعلنا نعيد النظر في تفاصيل حياتنا لما نشاهد الحياة اليوم بكل ما تتحدانا به نستدعي من أنفسنا أن نضع منطلقات جديدة نستدعي من أنفسنا أن نعيد النظر في التفكير في كيف نعيد المشاهد ونعيد تفاصيل حياتنا أيها الأحبة يحضرني في كلية الهندسة أحد الأساتذة الكرام كان يعلم الطلاب في كلية الهندسة يعطيهم سؤال ويفترض من المحرك الذي يطلب منهم تصميمه أن يفترضوا أن كفاءة هذا المحرك مئة بالمئة في الصف الأول والثاني كان يفترضون أن كفاءة المحرك الذي يصممونه مئة بالمئة لما انتقلوا إلى الصف الثالث في كلية الهندسة والصف الرابع منع هذا الدكتور أن يفترض الطالب كفاءة أي محرك يخترعونه ويصنعونه أن تكون مئة بالمئة لماذا أيها الأحبة؟ لأنه لا وجود لأي إنجاز في العالم أن يكون مئة بالمئة إحنا لما نقرأ الكتب ولما نشوف في الجامعة وفي الحياة نفترض أن الكفاءة في الحياة هي مئة بالمئة وهذا خطأ جسيم أيها الأحبة إحنا أي إنسان حتى نفهمه صحيح لازم نفهم أن هذا الإنسان عنده إيجابيات ولازم نفهم أن هذا الإنسان عنده سلبيات إذا كانت نسبة السلبيات أقل من الإيجابيات وعلينا أن نعترف بهذا يعني اليوم أنت لما تنزل تشتري سيارة مثلا أو تشتري موبايل يجب أن تحدد بالضبط أن هذا الموبايل لديه إيجابية واحد ثنين ثلاثة ولدي أيضا مقابيل سلبيات تحدد لك الخيار نحن الآن لا نتبع هذا المنهج هذا منهج إحصائي نحن نتبع المنهج التقليدي يعني نحن نفكر كما فكر الأولون كما فكر آباؤنا ومعلمونا وهذا أوقعنا في مآسي متكررة جعلنا نكرر الخطأ مرة وأخرى اليوم العقل البشري أيها الأحبة العقل البشري يواجه مسائل كثيرة أيها الأحبة العقل البشري يبدع فيما هو معلوم لديه هناك مسلمات عند العقل البشري يعني اليوم الآن الدنيا نهار أنت لا يمكن أن تقول الآن الساعة مثلا الواحدة ظهرا والواحدة ليلا هذا تناقض العقل يفهم هذا لكن الشيء الذي لا يفهمه العقل وهو الشيء الذي لا يعرفه يعني هناك غموض في الكون الله خلق الكون ووضع هناك قوانين وسنن العقل يدركها لكن العقل لا يدرك كثير من الأشياء فعندما أنت تطرح على العقل ما لا يدركه ستقف مع العقل في موقف صراحة تحدي علي الوردي لما كتب كتابه عن العقل البشري سمى الكتاب مهزلة العقل البشري لأن يقول علي الوردي يقول العقل يدافع عن حامل هذا العقل يعني كالناب للذئب وكالخرطوم للفيل يقول هذا العقل للإنسان أحد أدوات الحياة إذن سؤال لو نطرح سؤال قبل أن نخرج إلى الفاصل وهو هل يضر الإنسان نفسه هل معقولة عقلاء معينين في مدينة معينة يضرون أنفسهم ويمارسون سلوكيات يبدو للآخرين أنهم عقلاء لكن عندما تجد وتحقق فيما جرى ستجد أن السلوك هذا صدر عن إنسان يكاد يكون عقله فارغ أو خارج الصندوق نظهر ونترك المقام الآن للفاصل الأول ونعود مع حضراتكم لنعود إلى السؤال هل يضر الإنسان نفسه شكرا جزيلا وعدنا إليكم أيها الأحبة الكرام والسؤال الفكري هل يضر الإنسان نفسه بالحقيقة قد تقول لا وأنا أقول معك لو ننزل إلى الشارع وإلى الرصيف سنجد كثير من الأحبة الكرام يضرون أنفسهم بأنفسهم كيف هذا الذي يضر نفسه يفكر بطريقة عاطفية لا يفكر بطريقة التفكير الناقد لا يزن الأمور من باب الإيجابيات والسلبيات إنما ينظر إلى أي أمر كيف يشاهد هذا من قبل الآباء مثلا يعني إحنا اليوم مصابين بآلية من آليات التفكير التي دمرت بعض من شبابنا مثلا يفكر إما أو إما صالح وإما فاسد إما نافع وإما ضار إما إيجابي وإما سلبي وفي الحقيقة هذا لا وجود له كل إنسان في هذا الوجود وكل فكرة في هذا الوجود وكل سلوك في هذا الوجود فيه شيء من الإيجابيات وفيه شيء من السلبيات لو نجحنا مع حضراتكم في أن نشيع ثقافة إلغاء إما أو ونقول كل حكم يصدر فكريا هو تدرج يعني مثلا لما خطيب يذهب ليخطب أحد البنات إحدى البنات عادة توصف هذه البنات يقولون بالمصلاة ويقولون مليحة أو ما مليحة وهذا خطأ في التقييم المعيار الذي تم به قياس السلوك لهذه البنات خاطئ إحنا ممكن نقول هذه البنات أحسن من كذا مثلا عندها قضية إيجابية وعندها قضية سلبية نقول هذه البنات أشطر من فلانا وفلانا أطول من فلانا وهكذا نستخدم ميزان جديد ميزان التفاضل الذي معزز بالأرقام مثلا إحنا لازمنا لحد هذه اللحظة أيها الأحبة الكرام نؤمن بالعاطفة نقيس الأمور عاطفيا مثلا أحد الأشخاص يتكلم بلسان لبق تشوف الناس كلها تتجمر حوله وتقترب منه لو اتدقق في سلوكه قد يخدعنا هذا قد يسرقنا هذا وهذه ما جرى وما شاهدناه بعض الناس أيها الأحبة يعيشون أزمات فكرية لأنهم لم يكتشفوا أنفسهم هم لحد هذه اللحظة يعيشون من أجل الآخرين يحقق رغبات الآخرين الطالب يدرس مثلا يدرس ويجتهد فقط ليحقق رغبة والديه يدخل كلية الفلانية لأن المجتمع يوافق على أن الدرجة العالية للكلية الفلانية إذن هذا المنهج العاطفي أنا الأوان أن نضع له حدا التفكير العاطفي أي ولا أحبة أو أدخلنا في متاهات اليوم إحنا لو نستبدل لو نستطيع مع حضراتكم أن نستبدل الطريقة العاطفية بالطريقة الإحصائية وحتى نقيم أي سلوب ونقيم أي رأي نقول هذه إيجابيات هذا الشخص وهذه سلبيات الخيار اللي أنا أختاره اليوم لو أنا أروح أشتري سيارة معينة مش بالضرورة أنه أشوف ابن عمي وجيراني اختار النوعية المعينة واللون المعين وأنا أقلد هذا الشخص لا ربما هذه سيارة تروق له وتخدمه أكثر ربما أنا أضع برنامج لي معزز بالأرقام مثلا سعة السيارة حجمها لونها كيف توافق مبلغ اللي أنا أريده وهكذا لما أنزل أنا إلى المعارض عندي خطة كاملة يكون الخيار عندي سهل أغلبنا لا ينتبه لهذه الآلية يفكر بطريقة التقليد يشاهد الآخرين اليوم تنفتح في الموصل مطاعم كبيرة وكثيرة تشوف لما أشوف الأحد المطاعم يشتهر يصبح عليه زحام شديد مع العلم ربما كثير من المطاعم الأخرى ربما هي أيضا تقدم خدمات لكنه غير مشهور نحن أسرى الفكرة المشهورة نحن أسرى الشخص المشهور نحن أسرى لمعطيات المجتمع الذي يقرره يعني المجتمع عنده ثوابت عنده منطلقات لا زال هذا المجتمع أسير هذه المغالطات هناك مغالطات منطقية يعني شيء ما يشبه شيء تشوف الإنسان يتصرف الصبح إيجابيا وهو نفس الشخص لما تجي إليه ثاني يوم أو في المساء يتصرف عكس مع المشهد الأول نحن أعدنا معيار أيها الأحبة وهي رضى الناس نحن نشوف يقول لك حشر مع الناس يعيد وهذه في الحقيقة خطيئة فكرية كبرى اليوم لما أنا أقدم لك طريقة جديدة مثلا نحاول في هذا البرنامج البوصلة أن نضع ميزان جديد ومعيار جديد لما أنت تقدم لي صحن فواكه فطريا أنا أعرف أن التفاحة الفلانية أو الموزة الفلانية هي ناضجة وأستطيع أن آكلها لكن أنت ما تستطيع أن تعلمني مثلا أن هذه الموزة الفاسدة فاسدة لا أنا أستخدم أداة الحس التي أنا أمتلكها يعني لو قربت الموزة الفاسدة من فمي فورا أنا عندي إحساس كامل راح ألقي من فمي هذه الموزة وأرفضها رفض قاطع لو طبقنا هذه الآلية آلية الموزة والتفاحة على كثير من المفاهيم اليوم تدخل أنت في خيار مثلا الشاب حتى يختار بنت أو أحد التجار مثلا حتى يختار صفقة تجارية هذا الشاب وهذا التاجر يهتم بمزاج الشارع لو أحنا قلنا له أيها التاجر العزيز مجتمعنا يريد أن تعيننا أنت من موقعك التجاري ولا تفكر كما يفكر باقي التجار حاول أن تكون ورقة رابحة للمواطنين وللناس اللي يعيشون معك أنت تاجر إذا جبت مثلا بضاعة فاسدة يجب أن تكون إحساسك الوطني وليس المشاهدات التجارية أنت الغرض أنت لما تعيش لنفسك أيها التاجر العزيز وأيها الشاب العزيز وأيها الشاب العزيزة لما تعيش لنفسك أنت تكرر الخطأ تكرر الخطأ لماذا؟ لأن المجتمع يوافق على هذا الشيء وبصراحة لنكون أكثر جرأة ونقول أن المجتمع يوافق على كثير من المشاهدات يعني كثير من البضاعة التي تستوردها لا تليق بالموصل مثلا لكن نرى هذا التاجر يعني يزداد ثراءا على حساب غفلتنا أيها الأحبة الكرام كثير من الأفكار عامل الزمن وعامل انتشارها وشهرتها في مدننا وبلادنا العزيزة جعل من هذه الأفكار الخاطئة مبررة أنت اليوم لو عندك شجرة مثمرة في البيت من الأفضل كلما أردت أن تزيد إنتاجية هذه الشجرة تقلم الشجرة يعني أنت تؤذي الشجرة بأن تخلصها من كثير من من غصونها ولكن بالحقيقة أنت ماذا تفعل أنت تخلصها من الشوائب التي تعيق حياة الشجرة أيها الأحبة في حياتنا اليومية أفكار كثيرة تحتاج إلى تقليم وتحتاج منا أن نكون على درجة عالية من الجرأة ونتخلص من كثير من الأفكار التي تورثناها وهي مضرة أكثر قديما أيها الأحبة كان هناك يقاس الذكاء لأي إنسان نقول فلان ذكي وفلان غبي وهذا خطأ فكري آخر أيها الأحبة لأنه لا وجود للغباء الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعنا على درجة من الإتقان هو الذي جل في علاه صورنا أحسن تصوير وخلقنا في أحسن تقويم فلا وجود لإنسان غبي كل ما هناك أي أولا أحبة أن مقياس الذكاء مقياس نوعي وليس كمي لا يمكن أن تقول لهذا الشخص أنت ذكي تسعين بالمية وأنت غير ذكي ونسبة الذكاء عشر بالمية لا وجود لهذا ربما هذا صاحب العشر بالمية عنده موهبة في الرسم أو الموسيقى أو الطيران يتغلب على أذكى الأذكياء وعندنا مثال واضح وكلنا نكرره وهو أنشتاين أنشتاين هذا الإنسان الذي كان فاشلا في المدارس حقق لنا نظرية رائعة في الفيزياء أيها الأحبة إذن الإنسان يضر نفسه إذا أدمن الأفكار المشهورة ولم ينتبه إلى الأفكار المستجدة والأفكار الواقعية سنعيد التواصل معكم ونخرج فاصل آخر لنعيد السؤال ونصلت الضوء على ما هو الذكاء النوعي فاصل أيها الأحبة ونواصل موسيقى عودة مجددة أيها الأحبة وكنا قبل الفاصل قد طرحنا سؤالا قلنا هل الذكاء والغباء متوفر في عملية معيار المجتمع الحقيقة اللا وجود للذكاء والغباء كلنا أذكياء في بعض أنواع الذكاء أنت تمتلك ذكاء في الموسيقى أنا أمتلك ذكاء في الميكانيك آخر أمتلك ذكاء في الرسم وهكذا المواهب متوزعة على البشر والفتنة والتفكير الصحيح أن نستثمر ما وهبك الله وإياه من ذكاء البوصلة أيها الأحبة برنامجنا هو رحلة إلى ضفة الأمان فكريا اليوم سنشاهد لو دخلت إلى أقمقها من مقاهي مدينتنا ستلاحظ كم مذهل من الآراء ستشاهد الصوت العالي الصوت العالي لا يعني أن الفكرة صحيحة وأن الفكرة عالية المقام بعض الناس يفكرون بصوت عالي وهمجي وفوضوي لكنهم لا يمتلكون أي فكرة تعيد صياغة حياتنا وبالمقابل قد تجد إنسان ينصحك بنصيحة من كلمتين لكن هذه النصيحة لو طبقتها ستعيد ترتيب حياتك نحن في برنامج البوصلة معنيون بما يعوزنا من أفكار قلنا في الجزء الأول أن لدينا أفكار سامة وخطيرة يجب أن ننبه عليها ونتباحث حولها ونتصارح حولها بجرعة وفي الشق الثاني من البرنامج سنركز على ما يعوزنا لدينا كثير من الفضاءات الفكرية لدينا الكثير من المناسبات الفكرية من الأدوات الفكرية لكن يعوزنا الكثير مع حضراتكم ونحب نسمع آراءكم ومداخلاتكم على صفحتي الشخصية خليل حلاوشي في العربي وسوف يظهر في أسفل الشاشة ممكن خلال هذه الفترة بعد عرض البرنامج نتواصل ونتبادل الآراء أيها الأحبة إذن نحتاج اليوم إلى مصارحة نحتاج إلى جرعة في الطرح نحتاج أن نتخلص من ما توارثناه من قوالب فكرية أنا أجلس في مجالس معينة أشاهد الناس لديهم حصون ولديهم سياجات وضع حوله سياج ويقول لك لا تقترب مني هذه أفكاري وهذه ثوابتي وهذه مألوفاتي أنت تهز قناعاتي أنت تتكلم بلغة جريعة أقول له لا الآن آن الأوان أن نتحاور أن نتداخل أن نتبادل الآراء برنامج مثل الاتجاه المعاكس أنا أرفضه تماما لماذا؟ لأنه يطرح الفكرة ونقيضها نحن اليوم بحاجة إلى رؤية ثالثة نجلس وسط هذا الأبيض والوسعد وهذا المختلفان الشخصين المختلفين ونعطي رأيا ثالثا نقول المتحدث الأول تكلم بصراحة ولديه إيجابيات واحد اثنين ثلاثة ولديه سلبيات واحد اثنين ثلاثة والمتحدث الثاني مثله بالسواء أيضا لديه إيجابيات ولديه سلبيات اليوم نحتاج رؤية ثالثة ترى الأمور تمسك العصى من الوسط أنا دائما أشبه أقول يجب أن أي إنسان يحب يظهر معانا في إصلاح الخراب الفكري اللي موجود في مدننا أن يجلس في وسط الطريق يجمع الشتيتين يجمع النقيضين يستمع إلى هؤلاء ويأخذ منهم ويستمع إلى هؤلاء ويأخذ منهم ويكون فكرا ثالثا يحاول دمج أي نقيضين يحاول يعني بروز أي مسألة إيجابية موجودة في مجتمعنا وبالمقابل يحاول أن يشخص أي مظهر من مظاهر السلبيات التي موجودة في مجتمعنا لكن أيها أحب الكرام لحد هذه اللحظة أنا أن أرى أن هذه المسألة ممتنعة لماذا؟ لأننا أيها أحبة نمتلك آراء مسبقة اليوم لو تقل إحنا من أولاد يعلمون الهندي كذا والمصلاوي كذا والابن الناصرية كذا وابن الشمال كذا وهذه أخطاء وقعنا بها أيها أحبة لو تدقق الآن الهند اللي كنا نقلد عليها البلاد هذه اقتربت من الدول التي وقطعت شوطا واسعا في التقدم إبراهيم البلايهي المفكر السعودي يؤشر أننا في الحياة يجب أن نعرف من هو الطبيب المتخلف والطبيب المتقدم والمحامي المتقدم والمحامي المتخلف لابد لنا من أن نلاحق ما يجري في العالم لابد أن تكون مستشفياتنا ومحاكمنا ومدارسنا تلاحق ما ينتج في العالم من أدوات معرفية ومن برامج معرفية نحن هذه الأيام منعزلون عن العالم نحاول بعد التحرير المبارك أن نعيد اندماج الموصل في الفضاء الثقافي العالمي ونعلن أن أنفسنا أننا أحياء وأننا نتقدم يوما بعد يوم ما يعيق هذه المهمة أيها الأحبة هي الأراء المسبقة الأراء المسبقة تحبط الإنسان وتجعله مسجون في فكرة قد تكون هي خاطئة لكنه يتصور وأنها صحيحة اليوم نحاول مع حضراتكم في برنامج بوصلة أن نعيد تأسيس ثقافي لكثير من المفاهيم ونركب السفينة سفينة النهضة وسفينة التنمية وسفينة التقدم الفكري لنصل إلى ضفاف الخير والمحبة والبركة اليوم لا بد أن نعيد كثير من المفاهيم مثلا تقييمنا لبعض الناس يجب أن يعاد برمجة هذا التقييم مثلا الطالب الذكي في المدارس نقول الطالب الذكي هو الذي يجيب عن الأسئلة في الحقيقة هذا متن غادرناه من زمان في بلاد أخرى الآن الطالب الذكي في مدارس أخرى هو الذي يطرح السؤال هو الذي يحاول أن يتأمل ما مكتوب في الكتاب وما يتلفظ به المعلم ويناقش ويحاور هذا المدرس والمعلم لنصل معه إلى فضاء يعطي أكثر مما يأخذ وبالتالي في برنامج بوصلة سنفسح المجال لحواركم وتبادل آراء في الأفكار التي تدعم نهضة المدينة ونهضة العراق وإن شاء الله خطوة خطوة نقترب من تفاصيل كثيرة تخص التفكير تخص الفضاء الذي نعيشه تخص مشكلاتنا نحن أيها الأحبة لو كانت مشكلات بلادنا مئة مشكلة صديقي المشاهد هل أنت المشكلة رقم 101 أم أنت إن شاء الله معاك ومعنا تكون بلادنا مشكلاتنا 99 و98 هل نحن جزء من الحل أم نحن جزء من المشكلة هذه الأسئلة ستكون متتالية في برنامجنا وإن شاء الله نعيد برمجة البوصلة ونعيد ونعيد الكثير من المفاهيم لنقترب يوما بعد يوم من حياة مشرقة متفائلة أنتم الأمل أيها الأحبة هذه الموصلة العزيزة تنادي فينا همتنا تنادي فينا أصلاء الموصل كي تعاد العافية لها العافية الثقافية هي الأساس ومن التالي العافية الثقافية ستنتج سياسة صحيحة واقتصاد صحيح وتعليم صحيح وبيئة صحيحة إن شاء الله أنا مسرور جدا أن كنت معاكم نسأل الله أن يلهمنا الرشاد ونتواصل مع جنابكم ومع حضراتكم على صفحة الشخصية أكرر الصفحة باسم خليل حلاوتي الأسبوع كل هذا إن شاء الله سيكون نقاش وحتى نماهد للحلقة الثانية ونركب سوية سفينة النجاة شكرا جزيلا وأسعد الله قلوبكم وأسعد الله أوقاتكم ومتعكم بالرضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة